نحتاج بعض الأحيان إلى التعبير عما في نفوسنا من مشاعر فنبحث عن بعض العبارات والكلمات لنعبر فيها عما بداخلنا من كلام وأفكار وقد تكون هذه الكلمات داث موعدة أو حكمة أو إرشاد قد تخفي الثياب الجميل حقيقة الإنسان لكن الكلمات الحمقاء سوف تكشفه بسهولة لا تبدأ يومك بالتفكير بما يقلقك ولكن ابدأه بالتفكير بما يسعدك فالملك كله لله وليس لأحد سوى ورأى كل إنسان حياة أخرى يعيشها بمفرده ولا يعلمها إلا الخالق سبحانه علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به وحدي الحياة جميلة وملئة بالحجارة فلا تعثر بها بل اجمعها وابني بها سلما تصعد به نحو النجاح عجبت لمن يغسل وجهه مرات عديدة في اليوم ولا يغسل قربه ولو مرة واحدة في السنة الظهر يوما يوم لك ويوم عليك فإن كان لك فلا تطعب وإن كان عليك فلا تجع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر